بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال نقلاً عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله قال وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الواجب على المسلم يحسن الظن بربه والله جل وعلا كما في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فيحسن الظن بالله عز وجل ويتوقع حصول الخير مهما اشتدت الأحوال فإنه لا يئس من انفراج الشدايت ونزوء وزوال المصائب فإن الله جل وعلا يبتلي عباده ثم ينظر ماذا يعملون فمن أحسن الظن بربه وتوقع من الله الفرج فإن الكرب لا تدوم يزيلها الله جل وعلا ويغيرها وأما من أيس من رحمة الله وظن لله ظن السوء فإن الله عز وجل طبيب عباده فيعاملهم بحسب ما يعتقدونه وما يتوقعونه من قبل الله عز وجل من ظن خيرا جاءه الخير ومن ظن غير الخير جاءه ما توقع وهذا بسبب ظنه وأحماله فالمسلم يخسن الظن بالله دائما وأبدا ولا يأس ولا يقنط من رحمة الله وإذا أصابه شيء فإنه يدعو الله عز وجل ويتقرب إليه والله قريب مجيب يزيل الشدايد سبحانه وتعالى وأما وأما إذا أيس العبد من رحمة الله وظن أنها لا تنفرج فإن الله يعامله بحسب ما توقع والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء نعم وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَسَاءَ معطلين عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسوله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء نعم ظن أن الله جل وعلا يترك عباده ولا يحسن إلى من أحسن منهم فإنه ظن بالله ظن السوء لأن الله حكم عدل سبحانه وتعالى نعم وَمَنْ ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسوله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء بلا شك الله لا يترك عباده ويهملهم بل هو يراقبهم ويعاملهم بأعمالهم كما في الأثر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه فعلى المسلم أن يظن بالله ظن الخير وأن يحسن الظن بالله وأن يتوقع الفرج من الله ولا ييأس نا ومن 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 أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء من ظن أن الله يترك عباده على ما هم عليه ولا يحاسب ما المسيء منهم على يساءته ويجازي المحسن منهم بإحسانه فقد ظن بالله ظن السوء نعم ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكل الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به سبحانه ظن السوء نعم ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم أن يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد باطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء نعم فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته سبحانه ظن السوء نعم لكلها ظن باطلة وفاسدة فالواجب أن يحسن العبد ظنه بربه عز وجل ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنه يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله نعم هذا هو العياذ بالله الذي يصوب أراء الناس وعقلياتهم وعقلياتهم ويخطي كلام الله وكلام رسوله وأنبياءه كما يفعله الظلال الصوفية ومن شابههم فقد ظن بربه أن ظن السوء والعياذ بالله نعم فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظنين بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء من وصف ربه بالعجز أن يغير ما يقع في الكون وفي الناس فهؤلاء يظنوا بالله ظن السوء ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء نعم هذه كلها قوال يا أهل الظلال وهي كلها من ظن السوء بالله عز وجل نعم ومن ظن به سبحانه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء كذلك من ظن السوء بالله ومن ظن به سبحانه أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي ولا نهي يقوم به فقد ظن به سبحانه ظن السوء هذه كلها أقوال لأهل الظلال في حق الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والهدى والهدى من الظلال وميز كمن قال سبحانه وتعالى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه هنا من سوى بين المتناقضات والمتضادات في حق الله جل وعلا في أفعاله وتصرفاته فقد ظن بالله ظن السوء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما ذكر الله ذلك عنه نعم ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء نعم من ظن أن الله لا يميز بين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع وبين الحق هو الباطل كلها في النسبة له سوى فقد ظن بالله ظن السوء بل أسوأ الظن نعم ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به سبحانه ظن السوء نعم أنواع كثيرة أنواع كثيرة لأهل الضلال وأهل التخبط وأهل الجهل بالله وكل هذا بسبب أنهم لم حكموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يفرقوا بين الضار والنافع والحق والباطل والهدى والضلال فالكلها عندهم سواء هذا من عمل بصيرة ومن وصف الله عز وجل بالظلم هو نفي العلم عنه سبحانه وهذه مسالك باطلة ومناهج منحرفة لأنها مخالفة لما ثبت عن الله ورسوله فالقرآن واضح والسنة واضحة في بيان الحق والحث عليه والأخذ به وبيان الباطل والنهي عنه وإبعاد الناس إبعاد العباد عنه هذا الشيء واضح في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تحيط بما وقع فيه هؤلاء بسبب عمل بصيرة والجهل بالله جل وعلا بما يليق به سبحانه وما لا يليق به نه ومن ظن به سبحانه أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به سبحانه ظن السوء هنا منواع كثيرة ظن السوء في حق الله وفيما يجريه على عباده منواع كثيرة وإنما هذه أمثلة منها نسأل الله العافية والسلامة والواجب على العبد دائما وأبدا أن يحسن الظن بربه أن يحسن الظن بربه والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين